عام على وعد بلفور المشؤوم وفلسطيني المهجر مازالوا متمسكين بحقهم في العودة إلى أرضهم مجموعة من الفلسطينيين أبعدوا عن بلادهم قدموا لمكتب رئاسة الوزراء البريطانية مذكرة احتجاج ضد ضلوع بلاد الضباب في إنشاء دولة إسرائيل مرفقة بعريضة موقعة من أكثر من 13 ألف بريطاني تطالب بتحقيق مستقبل مشرق للفلسطينيين نحن اليوم نقول لتريزا مي عليك أن تعترفي بدولة فلسطين صوت مجلس النواب البريطاني قبل عامين على الاعتراف بدولة فلسطين وللآن نحن ننتظر هذه الحكومة من الوفاء بما طالب به مجلس عموم البريطاني لذا نحن نقول اليوم لتريزا مي عار عليك أن تحتفلي بهذه المناسبة المشؤومة والشعب الفلسطيني ما زال يرزل بسرع افتخار تريزا مي بدور بلادها في إنشاء إسرائيل وإسرارها على الاحتفال بمئوية وعد بلفور في لندن هو أمر ثابت في السياسة البريطانية منذ عقود لكن المتحولة هو وصول جامي كوربين المؤيد لفلسطين إلى زعامة المعارضة ورفضه المشاركة في الاحتفال بمئوية وعد بلفور العريضة هي دعوة مشتركة من الفلسطينيين والبريطانيين تطالب الحكومة البريطانية بدعم حق الفلسطينيين في الحصول على الكرامة والصحة ولمناسبة مرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل الضفة الغربية وغزة نحن نطالب الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات ملموسة للاعتراف بأن الاحتلال يوعيق حق الفلسطينيين في الحصول على أبسط حقوق الإنسان على الرغم من غياب المأساة الفلسطينية عن الإعلام البريطاني فإن النشطاء الفلسطينيين والبريطانيين يستعدون لمظاهرة حاشدة في الرابع من الشهر الحالي بمناسبة وعد بلفور إضافة إلى حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة الندوات لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الرأي العام البريطاني حول عدالة القضية الفلسطينية بريطانيا الأمس لم تعد كما كانت المملكة التي لا تغيب عنها الشمس فتأييد المطلق لإسرائيل بات يحجو القادة السياسيين في ظل ارتفاع مستوى التضامن الشعبي مع الفلسطينيين داخل المملكة المتحدة فضلا عن تزايد حركات المقاطعة لإسرائيل في مختلف المجالات في بريطانيا مستسروا لندن الميادين